اشتركوا في القناة بوزارة العدل والشوه الإسلامي والأوقاف لازالت نوافذ الأمل تفتح كل يوم لنرى عبرها ابتسامات تطل بنورها فتلون المدى بالألق والرضا صندوق الزكاة وفي مبادرة عساكم من عوادة زار مئات المسنين ليحتفل معهم ويشاركهم فرحة العيد في خطوة جاءت وفق توجهات من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة الذي يحرص على تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع نشكر القائمين ومزارة العدل والشوه الإسلامي على هذه الفعالية وهذه البادرة الرائعة التي أدخلت السرور إلى قلوب أبائنا وأمهاتنا وهذا البلد الطيب وهذا البحرين الخير اللي إن شاء الله على طول تكافل وتراحم ما ينقطع إن شاء الله وعايدين والله يعودنا وإياكم إن شاء الله ومشكوري من رثمنا هذه الدار لها يعني قيمتها وخاصة أخواننا ومعباتنا يلاحظونا في كل شيء فيعني مهم قصرين من كل شيء يعني الحمد لله ونحن في خير شاء الله مجزة الأحسان الأحسان والله يعودنا إياكم وعيد الرحمن إن شاء الله قسنا وانتم طايبين ومشكورين ورحمة الله ورديكم عيد تجمل بمشاركة الآباء والأمهات في لفتة تؤكد المعاني النبيلة التي عرف بها أهل البحرين تلك الدالة على توادهم وتراحمهم صراحة هذه بودرة يعني طيبة منهم وبنسبة العيد السعيد ومبأ أول مرة إحنا بعد في رمضان سباق إن كرمناهم مع موزارة العادل كرمنا الأمهات ووزعنا عليهم الهدايا ولا ننسى نهنى الملك جلالة الملك بالعيد السعيد ورئيس الوزراء وتسمى ولي العهد وشعب البحرين كامل والله يعودنا إن شاء الله عليه السنة وكل سنة أثبتوا لنا اليوم أنتم ما نسيتونا أثبتوا أننا في ناس هناك يقدرون المتقاعدين وكبار السن وإحنا ملتمين في نادي درة الرفاع تحت إشراف مديرتنا العزيزة هي اللي قاعدة يعني تنورنا وتجمع بيننا وما قصرت علينا ملتمين تحت سقف واحد هذه إحنا مكافآتنا نفتخر بها إن الحكومة وفرق لنا هذا النادي اللي احتضرنا جميعا وهني لزرح أصحاب الجلال الملك ملك عحمد بن عيسى ووالي الأهد ورئيس المزراء وجميع المسلمين عشرات المشاريع يرعاها صندوق الزكاة طوال العام لمختلف الأسر المستحقة تأتي لبيان الزكاة ودور الصدقات في المجتمع المسلم تأتي لبيان الزكاة ودور الصدقات